موسيقى سلمت القوى الوطنية والإسلامية اليوم مذكرة باسم الأمين العام للأمم المتحدة رفضاً لاتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يهدف الاتفاق إلى إعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه في عهد ترامب مقابل شروط مهينة لوضع اللاجئين برأي الكثيرين لا بد من مراجعة الموقف من قبل المجتمع الدولي الذي يربع معينه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة حرف موضوع ما أنشئت الوكالة من أجله إلى قضايا تساند وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها هو ليس توحد فقط في التقديم المذكرة هو وحدة بين كل أبناء شعبنا الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية وبين المؤسسات المتابعة للدفاع عن حق العودة وأيضا العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين شاركوا في هذه الفعاليات التي تؤكد على حق عودة اللاجئين وتؤكد على أيضا دور الوكالة المنوط بها على كل الأصعادة سواء الإنسانية أو الصحية أو التعليمية أو غير ذلك ورفض التمويل المشروط التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه ومحاولة الحديث عن الزج بن ضع الشعب الفلسطيني ما يسمى الإرهاب يتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بالموظفين وضمان الحيادية التي تعنى من وجهة نظر الولايات المتحدة سلاخ الشخص الفلسطيني عن جغرافيته وتاريخه ووضعه ووطنه وأن لا يكون له أي صلاب هويته الوطنية الفلسطينية حتى يكون تحت طائلة المسئولية واحتمالية المحاسبة والفصل من وظيفته يعني نحن هنا اليوم باسم كل المؤسسات والفصائل العمل الوطني والإسلامي واللجنة الوطنية دفاعنا على حق العودة جئنا في هذا اليوم لنسلم مذكرة إلى مفوض الأمم المتحدة هنا في مدينة رمالله لنعرب عن رفضنا والسنكارنا للاتفاق الذي أبرم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية لتشغيل غوث اللاجئين الفلسطينيين حيث أن هذه السياسات ترمي إلى تسييس الوكالة الدولية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وهذا أمر مرفوض نحن كفلسطينيين في كل ثقاع الأرض اللاجئ يتمسك بأنه هو لاجئ لأن هذا معناه أنه سيعود لأرض وحتى لو ألغيت وكالة الغوث الشعب الفلسطيني حق في فلسطين وسوف يكون دائما متمسك كل الشعب الفلسطيني في المخيم وخارج المخيم في كل أسقاع الأرض متمسكين بحق العودة وهذه من الثوابت الفلسطينية التي لا تراجع عنها يهدف الاتفاق أيضا إلى تصفية قضية اللاجئين والعودة بها إلى ما كانت تطرحه إدارة ترامب من حيث تعريف اللاجئ بأنه الشخص الذي ولد قبل عام 1948 وهم عددهم لا يتخطى 40 ألف فلسطيني وليس 5.700.000 المسجلين حاليا حيث تريد أن لا يورث الوجوء واقتصار القضية على من تبقى على قيد الحياة من اللاجئين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها وكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أعلنت قوى وطنية وسياسية رفضها لهذا الاتفاق لأنه يشترط شروطا مذلة للاجئين الفلسطينيين وينهي هذه القضية من رامالله ضحة كيديك وكالة وطن ترجمة نانسي قنقر